بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي مصطفى الكريم وعلى آله والصحبه والسلام الطيبين الطاهرين معكم الدكتور أحمد عويد العباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني احنا نجي على معركة تبوك معركة تبوك في منتهى الأهمية وفي منتهى الضرورة كانت وكان يقودها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان هدف الرومان كما قلنا نهاء القوة الإسلامية التي أخذت تهدد الكيان الاحتلال البيزنطي المسيطرة على المنطقة فخرجت جوش الروم العرم رمية بقوة بيزنطية وعربية طبعا من نصار العرب تقدر بـ 40 ألف مقاتل مقابل 30 ألف مقاتل القوة الإسلامية والجيش الإسلامي المهم في الموضوع أن الموادعة هذه الموادعة مع العشائر الأردنية أدت إلى أن نهاية العشائر لم تعد حاضنة حاضنة طيبة للاحتلال البيزنطي فهم لو صارت المعركة سينضموا بالتلقائية بالتلقائية ضد البيزنطية لأنه أيضا الأردنيين كانوا يعني 500 سنة من احتلال البيزنطي الأردن خلاص قرفوا بدهم يحروا بلدهم وحديث أنه زيد بن حاري الشهيد زيد رضي الله عنه استشهد جاي يحر البلد وهذه كمان حديث الأردني كلهم الأردني كان عندهم الوطنية الموروثة والموارثة منذ أن بدأت العشائر الأردنية فإذا انتهت المعركة بلا صدام الرومان ما قدرونش يتقدموا لأنه الحاضنة العشائرية مع التصوط معهم والمسلمين لا يرودون التقدم نحو الشمال لأنه صار عندك ما يسمى بفرزون أو منطقة عازلة اللي هي العشائر الأردنية التي هي قلبها مع المسلمين وسيفها ليس مع البيزنطيين يعني هم البيزنطيين بدهم السيف ما تفرقش معهم القلب بس لا السيف ولا القلب مع البيزنطيين لكن القلب مع من؟ مع الجيش الإسلامي والرومانيين تشتتوا تبددوا في البلاد خوفاً من المواجهة مما رسم تغييرات عسكرية في المنطقة جعلت حلفاء الرومان يتخلون عنها يعني لما شافوا العربان تبعيننا الأردنيين أجدادنا الأولين الله يرحمهم جميعاً أجدادنا لما شافوا أن الرومان ما قدروا يفوتوا بالبادية ولا قدروا يطلعوا جنوب معان يعني وصوا يمكن لجبال الشراء يقولوا يا عمي هذه الدولة روحة خلص فكونة وتعرفوا دائماً عندما تنهار الدول تتخلى عنها كل السحيجة والفحيجة وكل المخرصين وكل خلص طبيعة البشر طبيعة البشر دائماً مع القوي طبيعة البشر دائماً مع القوي وكمان أيضاً في مسلمين من الصحابة الكرام من هذه العشائر في من جدام وفي من بني كلب وفي من بني عاملة وفي من بني تنوق وفي من بني سليح وفي من قضاعة هذول أسلموا فهذول ما لم يسلم من هذه العشائر الأردنية إلا الزعامات الزعامات المحترمة هذول طبعاً مؤثرين مؤثرين اجتماعياً وسياسياً على جماعتهم وبنفس الوقت صار لهم مكانا في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك حققت هذه الغزوة الغرض المرجو منها بالرقم من عدم الاشتباك الحربي مع الاحتلال البيزنطي الروماني وذول الرومان حيلك يعني تعرف يعني هو نهزم وخلص يقول لك يا عمي بلاد ني بلادنا وإحنا محتلين خلص يا عمي المسلمين ولذلك يعتبر هذا الأمر انتصارا للمسلمين دون قتال دون قتال والرومان أخذوا واقعهم كان لهم حامية في منطقة أذرح كان حامية في منطقة أذرح أخلاها وانهزموا وكان وذلك يعني انتهت الحقيقة الرومانية انتهى بعد أغزب التبوك والحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة